أشهد أنها ارتح جاجة أشهد أنها ارتح جاجة من أول يوم جاء فيه ويقول لأولي كل يوم كان يقول لي في التصيات كان يقول لي سالم إذا لم أخذت الأول لحط خيمتي عند الباب يا أبو ثقل أذكر الله قال مرة يا أبو ثقل تعود من إبليس بالفعل شوف شوف الأول الأخير شوف أقصروا جميعاً ولكن هذه الدعابة بسيطة من إلا وسالم أمون عليهم كل أمون علي الجميع ولكن لو كنت أحجازكم على الله من البداية أخذت والله العظيم والله العظيم أننا فقدناهم قسم بالله أني أدخل كل زاوية في القرية أني أتذكر ذكريات وأحزن لأنهم سبحان الله تركوا شيء طيب أتدي من اللي برح يحزن زيادة ترهمه متسابق دائماً نحن نتعودنا علىها أنت قد مرت على المرحلة هذه و مرت أنا و مرتهم دحين تذكروني؟ أنت لا يحتاج أنت من اللحم و الدم أتعطق في القمة أقول لك لا يجب أن يكون ذكريات دائماً سبحان الله المتسابق يرى لحظتها أنها مهيب لحظات ما لا ذكريات يشوفوا في بالها فهمت؟ ولكن إذا انتهى البرنامج و شاف المقاطع و شاف أيام المقاطع القديم و بدأ يرجع ذكرياتها الأولى قال يليت نبيليت 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 نسويت و سويت و سويت و سويت و سويت أنا أقول لك لا أعلمك لماذا؟ باقي عندي طاقة و شيء عندي شاب أسويها نحن لم يكن لدينا بزيس واحد لدينا مئة و عشرة أيام مددان مئة و عشرة أيام بعد البرنامج دخلنا فيه برنامج عابر مدد شهر قامل و خلصنا منه فبعدها كنا يليت نحن سوينا و سوينا و سوينا كان طعم كالقوما يدنال والإعداد أدخل على الهواء كنا نضيق ماذا كنت يقول عبد الله العتيبي سأقول عبد الله و سأعبي هوا يقول لي هبين شريء عبد الله عبد الله عبد الله لكن الآن ترقى و قناه و جوه و عالم رايحين و عالم جايين و ضيوف رايحين و ضيوف جايين و محمى ثاتر يفقدونه طيب يفقدونه هم هذه ساعات ما تفوت أنا نصيحتي صراحة نصيحتي للي جاييني برنامج الجاي أول شيء تراي سالم أشغلني في السناب يرسلوني كيف تسجيل و ما تسجيل و ما هذا الكلام يزي معاد خير يا أخي ادخلوا على حساب القناة القناة كل شيء موجود فيه ادخلوا حساب القناة الواقع ترقى كل التغريدات فيها من ناحية شعر القمة و التصويت ما التصويت يفزع الشعر المفضل من هذا الكلام يفزع من ناحية برنامج الجاي يا أخوي حتى منزلين صورة ديكور حق برنامج الجاي نعم نعم برنامج هذا عودت الشغف والحمد الله عاد و الآن برنامج الجاي برنامج شتوي ترى الجمع يا الله يا الله شبت الضو والمعاميل والعزبة و زيانك هو الشاهع على الهواء أقسم بالله بجيها لذة شفت برنامج هذا القوية حسين يعني رجع الشغف من جديد ما قال هو بيض الله وجيكم جميعا والله العظيم يعني على ساق وقدم صراحة جعني ما خلب منكم إن شاء الله جاكرت كلكم فستقول لك والله العظيم شفت عن البرنامج كان في أيام صيف صعب بس رجع البرامج واقعية شغفها الأول يعني رجعت التب التب برنامج شتوي بيصيد مطمو مطر خفيف حتى الضو تضبط هنا حليب والله والله ما زلع لك كلمة قبل شيء جاءت دخم على الباب أني قلت ميد واحد من أخي يقول مصفر كيف أقدم من هل من وين من هل الجبال تخيل من الجبال يقول مصفر أقدم وتعادة عندك رابط أقدم بعد أتكلم من الحلقة قلت الحين أدخل حلقتين بعد خمس دقائق تقسم بالله أنه مع عمره رأسني في برنامج واحد إلا برنامج هذا ليش أنا شاف الصد الذي راح شاف الصد الذي راح شاف الصد الذي راح تقسم بالله بس في نقطة ممكن تتكلم فيها أنا أتمنى من المتسبقين يطلعوا أنهم لا تأخذهم العزة بالإثم لأن هذه بداية خروجك من القناة لابد يصير عندك الهيلمة كلها ولكن رجع لي بعد شهر شهرين ثالث شهر بالكثير من هو اللي ثابت من هو اللي نازم ترى مهما كان معرف البرنامج كل أبوها بعد طلعك من برنامج عندك المشاهدات فيه منهم طعمك لتمسك مشاهداته لأن عندهم محتوى قدمها بره فيه مناس طعمك نغرروا في المتابعين لجوهم ورقدوا خذ طعمك جائسته ورقد علاها نعم أو خذ طعمك خذصيته الاسم خاص متداول ليس صحيح يا أخي أنا جرت برنامج واقعي أنا كم متسابق ما أفعله إذا طلعت أول ما أطلع ما أفعله أنا عندي محتوى وعندي رسالة شفت كل الناس يبقوا عندي خذلك دعناك واقعين شوي فيه ناس يبقون المادة وفيه ناس يبقون الشهرة كل واحد توجه في النهاية سالم أنا كامري لذالسنوات لحد الآن أقول أنا في السنة ما قدمت شيء تدري؟ ما شاء الله عليك؟ أقول لحدنا والله أني أعتبر نفسي ما قدمت مثل درة لأن الجمهور ليه ما فيه محتوى ثابت صح أننا داخل مسلسلات وفيه تمثيل وفيه طعم مثلا ما قالوا مع الواقع متواجد على الشاشة لكن لو كنت خارج القناة لو كنت خارج مسلسلات هذه وشيء مثبت نفسي ما فيه برنامج اللي راح فيه ناس كتير يا أخي عندها يا أخي عبد الواحد والله عبد الواحد عندها استرسال قصص أني جيتها في غرفة قلت عبد الواحد أنا أطلبك بوجه أبوك أنك تقفت عيد الأسبوع هذا القصة تاريخية قديمة من أيام الصحابة قلت فيه ناس استرسالها في القصص مقبول ممكن أن أتكلم في القصة هنا في أيام الصحابة ما تقبلها مني بس منك عبد الواحد مقبولة فيه ناس يا أخي عندهم نشاد وعندهم 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 نشهد نشهد الواحد يا الله جلس معه كذلك أيضا في غرفة عندها ما شاء الله يجبه القصيدة وجبه القصة ويعطيك القصة بحذفيرها قسم بالله أنك تستمجع أنك نظر فيه زيك يقول ما شاء الله تبارته الرحمن اللي مثله والله العظيم إنه لو يتوجه بما عنده يفلح لكن اللي يأخذها مثل ما قلت حين منها ترقام إليه تربيب لحش أنا لماذا قلت كاملة لك؟ لن قبل أيام في كم واحد ينزل عدد المشاهدات عنده مزبوط؟ عدد المشاهدات هذه لا ستسوي لك شي بعدين عط نفسك شهرين ثلاثة شهور ترى عدد المشاهدات هذه أنا إنسان صريح والله العظيم لا أحب جامعة تزع لك لا تزع لك لا تزع لك يا حبيبي عزيزي المتسابق المتخرج من قناة الواقع أو خرج قناة الواقع للكل نعم لكل لجميع لا تغرك مشاهداتك بعد خروجك من القناة بأيام معدودة لأن هذه مشاهدات أخوياك لحد الآن لأنهم مجتمعين سواء فأنا جمهوري وجمهورك وجمهور فلان وفلان وفلان يدور لا يدور لحد الآن فهمت؟ فأنت أمسك جمهورك بنفسك بعد هذا الشهور كل من بروح لديرته إذا كل منهم راح لديرته هذا بقى لها جمهورة هذا بقى لها جمهورة فهمت؟ ورنا جيدك نعم ورنا جيدك وقتها أمسك مشاهداتك الحقية ترى يا اخي ترى ياخي ترى ما هيب شوي لحد قال مشاهداتي عشرين ألف ما هيب شوي ما هيب شوي ترى يااخي أنا عليا في كناس موثقين نجمات وعندهم فوق مليون في اشتراكاتهم والله العظيم ما تعده خمسة عشر ألف خمسة عشر ألف بقى؟ خمسة عشر ألف مشاهدة بالعين شايفتها بعينك؟ بعيني شايف هنا وعنده مليون ما فيه كنت؟ يا أخي ترى كويس يا أخي تطلع من برنامج واقعي أنك تصفى على عشرين ألف لو تصفى على عشرين ترى شي جيد جداً يا أخي أنا مرة جاس مع واحد من أخيهاي قال يا عيال يا عيال يا مسكراسة يا مشاهدات طايرة اليوم والله إنها موثق تدري كم قالنا؟ قال ربعين ألف هذه طايرة قلت الحينها طايرة ربعين ألف وأنا قلت بتقول لي مئة وخمسين مئتين بتقول ذلك كلام فأنا سكت ومشيت فهمت؟ فالدليل وشه؟ من البرنامج ذالي راح ذالي كاريزما حقق مشاهدات قوية الودعاني الودعاني كل متسابق طلع من ذي القناة من كاريزما تراك قوي لكن امسك نفسك امسك جمهور اشتغى على عمرك اشتغى على نفسك الودعاني ما شاء الله أنا شفت نزلت عند حسابك من قبل سبعين ألف شف كيف؟ سبعين ألف ترى عدد كبير جداً خمسة ثلاثين ألف تشتغى عليهم ويحبونك ويحبون سردك وحبون قصصك شف الودعاني ما على خوف الودعاني ما على خوف عبد الوحل ما على خوف شف كل عيالي شاما هي مكسورة إن شاء الله لكن انا أكلمك انهم قدموا ما أده في البرنامج خل مني يمراكب تعالي تقولك شيء؟ ترى أوفة جمهور جمهور برامج الواقع ليش؟ لأنه يعيش مع قصة هذا الشهور جداً ليس بالنفس الى لما يشوفوا واحد من شورة السناب يتابع بكل عطيم فولة لا هذا أنا قصة ما عشت مع قصة هذا الشهور جمهور كيانا إذا حبك حبك والله لو تركض بس يريد منك شيء إذا زعل منك راضة والله ما عاد يرضى عليك الجمهور الواقع قد زعل عليك يا أسول ما عاد يرضى قد زعل عليك؟ ايه والله زعلوا علي صراحة زعلوا عليك كيف تكيش؟ بس بعد بعد الشيء رضوا عني بعد الشيء بعد شكل القموش هل تذكر السبب ولا؟ ولا تحت لا أرى أنا عاد يحدي أنا إنسان صريح هي كانت المشكلة بيني وبين زمي الدربي يعني خوي محمد العبيان نعم كانت مرح بيني مشكلة فصار مهم جمهور واقع اللي زعل مني زعل مني جمهور محمد فقط فهمت علي؟ ما رضى بعدها إلا بعد فترة طويلة وجمهوري أنا ما رضى عليه إلا بعد فترة طويلة ايه نحن ما صلنا نجتمع فهمت؟ ليه وليه 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 عادة وليه إтаки معنا أنن rebirth tuh يا الله إنك ترى الجمهور أذك أذك مني وجم انسان وألحد ولا أحد ولا أعلم قلبك الصافي من قلبك المبصافي wanna給 you some şeyi خاصة الجمهور صار واعي صار واعي صحيح منول يا أخي منول على فترة الجمهور ما شهد؟ تدخل على فترتك جمهورك على فترتك على فترتهم ما شهد؟ ما عاد في على فترة صار عالم عنده خبرة تدل لوحد يتسوي حركة عرفها بسبن نظرة عين هذا ورا شيء ما عاد يفيد فيهم الكلام من نظرة واحدة يدل الجمهور وشين يتكفي لا عاد ليش تلك عليهم؟ لماذا تسوي نفسي ان كنت حبيب؟ وانا كنت العسل؟ وانت من ورا ترى لا أتلا غير طيب يا أخي الشاشة لازم تصنع شون؟ لازم تصنع قدم الشاشة يعني ما بقولك تصنع بالشكل اللي يعني غير مرغوب فيه بس انه فيه باحيان يعني فيه أمور ما سويها لازم تصنع لازم تصنع لازم لو أنه نتكلم لو أنه واقع واقع كم كان نفس ما سادحتي سادحتي في البيت بروك شو الحين؟ كان عندي رضيوف لازم تصنع تصنع فيه تصنع مما يلاحظ تصنع؟ من أي راحية تصنع؟ في كل شيء في لبسك في جلستك في كلامك في أسلوبك في طرحك والله لو هو الجمهور وما هو يفهم هو يفهم كان طعمك ما تقبل سلطان تقول كان ما صوت سلطان تقول سبحان الله على كثر على كثر العالم يحسبون العالم انه مشكلة وانه رعي مشوكل وانه 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 لكن العالم الجمهور يدين هذا الإنسان على نيته نعم شوف كيف فهمنا يخانا عندي في البيت يا أخي يسؤوني يقول مصر شفيه سلطان ذقب يسؤوني على أمي تساندي قلت هذه طبيعته هي أمه الله خلقه كده خلاص فهمه أن هذه طبيعة السلطان وحبوه كده اي حبوه كل جمهور يا أخي تلا تداول يخير الجمهور يرسوم بعضهم يخوي يعرفون تقريدات بعضهم يعرفون أي مقع لك في التكتك ينزل يقولون يا أخي رسال بعضهم يخون بعض القصة ما قد أنا طرحتها موضوع يعني تبرح الساس رو عما بداية برنامج هذا أنا ما أعرف شي اسم تويتر اكس منصة اكس أعرفها بس أني غير وتعرف اللي ما أعطيها شكل دخلت أنا جاء كرزمة وتعرف البوهج كرزمة كيف كان كبير ممتاز وأنا راقد على خاصة عادة دجرة النوم عادة بنان وخلاص ولقي طلع مر السلامة سبيس نساي فريق الدعم نساي أنا ما أعرف أنه في خاص فريق هذا لحد يدخل ترى الموضوع خاص أخوك في الله ما يدري تماما ونقعد برنام كدو تعرف الإضافات أنا أمضت فريق الدعم نساي صار أطلع لي سبيسات من فوق أخوك في الله ما يعرف وجاك أخوك اللي ما يعرفه شي دي أسمع أبعلم كسما يصير لك يصار لي أشاهد والقس بيس ودخل على دخلتي أحد من فريق الدعم نساي تمدح أبو عبد ريلا أبو عبد ريلا ودي أسعد أبو عبد ريلا وأصور الشاشة أرسل على أبو عبد ريلا أرسل على أبو عبد ريلا وأقف الجوال يا مرأة سبيس هذا خاص يمي يقول لا أحد يأخذ بس نساء ممنوع دخول الرجاء أبو سعيد جاءك مطفي لمبه أصور الشاشة وأسعد أبو عبد ريلا يبير عندهم أنا أعلمك ما حصل وش صار رقت يوم صحيح ترى جواري تعرف اللي ما طفاء كده شفت التايم لاين تايم ماذا كله اسمي أعلم كيف صالت شوي منوظر أنا أبو عبد ريلا منزل منزل عنده منزل عنده المصيبة العظمى وش هو صورتي تاعت وعدي ناطره وعدي ناطره تصدقني أبو عبد ريلا أنا ما كنت هدري أبو عبد ريلا وليش سلمك ايه أبو عبد ريلا همت أبو عبد ريلا همت؟ أنا قلت له شبوي الله يبرك تاقطقه يوم مش توضع كده قلت خلاص تاقطق مع العالة وستهانس وفلح وروح يطي عمر السلام اللي طبعا في ريلا قدعم نساء وما يحبون صوتهم يطلع عبداء فكلمت أنا وحدا في ريلا قدعم نساء قلت ترى أنا ما أعرف تويتر أخوكم فلح جاي ما يعرفش أعرف سناباتس سناب أخذ ولد بس تويتر ما يبقى جيد فيه قالوا حصل خير أنت حين قوي في تويتر أتكلم هذا سابق سابقا ما أخذ أتدري ما أريد أن أخذ سبيس في حياتي لمرة واحدة سبيس أو سبيس سبيس أو سبيس سبيس أو سبيس لمرة واحدة وما أكمل ثلاث دقائق ما أتجوق أنا أحشت أخذت من أحشت أنا طيب بسوت 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 بداية شف ليش أنا دائما أتكلم عن المتصابقين ذي كل أيام قبل الله يتكون بخير أقول طرعتوا لا توقفون على الجاكو لا توقفون لا توقفون؟ إيه؟ لأن أنا طحت طيحة في التوك توك في الخيام إيه؟ بداية خروجي من القناة حلو والله العظيم ما أدري وش الدولارات هذي وش اللي يجيني بيه؟ أخذ بلا أبت طعامك وجيني سوت وصقور ما تعرف بجيكم الطمّة أيوه؟ كان في أحد دعمات الأتكلم الخير تدعم 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 وهنا صقر وهنا منوه أقوشي وشو مجمع حيوات الأسد والصقر فيها قوة بس فيها القوة منها بس هذي تراها مرحلة قوية شو طعمكم قل مدي مسفر التب الأول التب الأول أو التب وش التب والله مدي ش التب والله شو طعمكم صوروا الشاشر سهلي في الخاص إلا أنا هنا واثنين من المشاهير أردكم بخير بدون ذكر أسماء على اليمين وعلى اليسار أنا مكتب رقم واحد فوق يا سلام يا رحب تقول يا سلام صح؟ ترى ما شلت أمها ولا ما تعلم لها ما دمشي عسمي المخضر أول على أخوياي وأنا كنت أعلم لها والله العظيم أخوياي ترى ورسلها العيول ورسلت عمرك مخدت عمقلة جاني تسعلاف دولار واو نفارها كلها لا بس دا المبلغ وانتما تدعي لها ما يقفز تسعلاف دولار في خلال شبوعين لماسك حسابي ولا ضغطي ويدخل الحساب يتفرج فيه شبك وشي شوف أنا ما عرف ترى كل الحسنة إيه أعطي بس راس هم طعام أمريكي يوم جاء بعد أسبوعين ويجي طعم كل العيال كحلان والشباب بدلت كاسمان عيال وخياني ودعم ذا صغور ما في تبديل عملة تاكو لا تجلطي خاص تاكو لا تحسل تراكو لا حتعلي قسم الله 9000 دولار أنت عم كم ساعة 9000 دولار تاكو دريت بيجيك العلم ودعم ذا صغور ودأسود لا أنا المطنوخ والله ما ينهزم أخوي والله ما ينهزم أخوي ذا ودعم أسد أسد ما فيه إلا مغارل كل شوي يومي يومي ويدق على أختي أخال تلبي قال 9000 دولار وأنا راحت قلت بدلتها بسودة صغور ودعمت أخياني بشرك قال أخال ثلاثين من ريال سعودي راحت عليك قلت ها أنا في استراحة عند واحد معيار في شمال ريال طبعا يركبتني حرارة بطول قلت في عديها قلت فدها 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 ولا خالك فدها دعا وسيطا ساعة سكت عم كنزل الجوال ويجيني الحرارة قلت صب العرقتي فهمت خسم بالله شف سبحان الله شف والدعمة ديك تحب عندي أثرها تشوفة ما تدعمني تبني استفيد تبني استفيدني فهمت وشافت مسبر هي تدعم منا ونا تدعم منا وشافت راحت الثلاثة راحت 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 علة لين قال يڤي العملية ما شمونها اللي يقول محتب العملية خاص محتى عندك رصيت الورود يوتر اما قفل الطعم وكان يكون قال اوضر تحتك بالتبقى للأختي قال خالص ساعاتي فداول راحت لو هاي دعمت إخوية بش Perché فلzę راحت سعودrada صب العرقتي اللي عرق بش ظم بالله مبسيطة حشك مبسيطا اسمع اسمع لا أعلم لا أعلم شيء، قسم بالله، أنت تسمع عالم على الله والله العظيم مرسي تحجاجك على الله يهمت؟ عندما تريد أن تقسم بالله أن تذهب في المنزل فعلاً عليك أن تعيش وقت عيتك أعلم أننا نقدم يوم من الأيام دخلت على الهواء مايكي يراكب مايكي كنت في وقتها صاب غراسي من هنا فهمت؟ طيب عندنا حلاق وبعدها بخير حطنا حلاق عندنا داخل حالة؟ مايبقى أول مرة يشويها في كارزما قد تسواها في بزيس واحد حلاقيننا عندنا والمغسرة وكل شيء لكن المغسرة لا يوجد محل يجينا للمغسرة فهمت؟ لكن الحلاق صاد في الحالة لا يوجد محل مسجل صاد في الحالة سبعت فيه هواش مع بورزيقة في الهنقر أبو مالع دخل في الهنقر وقال بالثوب كذا ودخل عليه مايبقى؟ لا لا ننساها هناك أشياء لا يجب أن أقعيتك فيها وفيها أشياء لا أقف عندها وخطوط هناك أشياء لا أفراط أمورك هناك أشياء أستقصدها لكي أسعد الجمهور لا أسعد الجمهور لا أسعد الجمهور هذا السلام قال كلمة عظيم فكرة أنك ستسعد الجمهور يا أخي طرحي عظيم أنك تدخل السروع على قلب مسلم شخص تنجه في بيته نظر يفتح شاشة يتخل السروع على قلبه ترى شيء عظيم والله لو نحتسب الأجر فيه أقسم بلا يرفع من الله عز وجل منازل والله يجازجك بالجنس العامة تجد الله عز وجل يجزك شخص يسعتك كينا كان أحد المتابع تهذن؟ تروح يهذن؟ ورحمت لا ورحمت وانت رحمت وانت رحمت والله حرفت وانت رحمت سولف مع نفسك يا رجيك وانا شبعش يشقول سولف مع نفسك يشجيني لن تهذن هم شغل لي مايكات طيب سام؟ ايه بديك 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 الصوت ايه خلوا خلوا معطوني الكاملتين هذي يلا هج معت خير أنا أقول لكم شوفوا المتسبقين الجايين هتوقعنا بيجي قوة فهنا نصيحتي المتسبقين الجايين شدوا حياتكم ترى البرنامج هنا ثلاثة مليون قد ضربت البرنامج هذا شوفوا شدوا حياتكم من يتقدمون والله العظيم هذي قفزة قوية لأي شخص بيقدم على البرنامج الجاي ترى هذه اختصار لك إعلامياً في ثلاثة الشهور بدأ ما تتخذك السنين وتتطامل في ذلك الإعلام والطامل والطامل في أخير تطلع بما تطلع بما تطلع بما تتجاه الله وإعلام ولكن هذا الشهور وفي برنامج قوي وطلعنا محققين أرقام قوية جداً فلكية شدوا حياتكم من يتقدمون وفرصة لكل شخص يقول أنا ما أقدر لاحد يحسب من الدعوة احتكار هنا ما هنا احتكار ثلاثة دينة بريحية نومك مجهز أكلك مجهز شربك مجهز يا أخي الأمور الضرورية أبو عبدالله ما بيقصروا وتم شايفين برنامج الراحلة كله بالله ما قصر محل مع المتسابقين أنا عايش ما حم كنا أخوهم وأنت مرتاحين ولكن لا تجون إلا بمحتوى لأحد يجيني يقول أنا عندي محتوى وأنا صالع محتوى وما ما قدر أصنع حتى واش يجيني يقول أنا صالع محتوى وأنت ما عندك شيء علمون شي دراحي حييه والشاعر علموني إذا قدي كاميرا هناك شغلوا لي المايكات عشان يدلي هذن لا فازها من خابرها ومن خابرها ومن خابرها أبدا شكرا